هدوء حذير يسود بغداد حاليا بعد محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لا يدري احد تماما اهو الحظ بالنجاة ام طبيعة الهجوم الذي اعتبره البعض بمثابة رسالة انذار للكاظمي والذي تتهمه الميليشيات بتزوير الانتخابات لصالح احزاب وميليشيات اخرى لكن ومع زيارة اسماعيل قاني قائد فيلق القدس الايراني للعراق يظهر تماما توجه طهران لاحتواء اخطاء ميليشياتها وتشير وكالة فرانس بريس بوضوح الى ان سياسة الميليشيات بالهجمات بالطائرات المسيرة ادت الى خساراتها الحرب الاعلامية وهو ما يؤكده بيان الخارجية الايرانية الذي اكد تعاونها مع الكاظمي لكشف المتورطين بمحاولة الاغتيال سيناريو يرجح ما رشح عن اجتماع احتضره منزل رئيس الحكومة الاسبق حيدر العبادي بحضور الكاظمي نفسه ورئيس الجمهورية برهم صالح وزعماء الاطار التنسيقي في مسعى لتهديئة الاوضاع ونزعفة للازمة والقبول بنتائج الانتخابات امام هذا الاجتماع يبدو ان عمليات الكشف عن الفاعلين ستبقى رهينة مساومات سياسية بين الكاظمي والاطراف الميليشيوية التي ارادت خلط الاوراق ما قد يحرم التيار الصدري مما يعتبره احقية بتشكيل الحكومة ويرفع اسهم الكاظمي مرة اخرى في ولاية ثانية لدى كل من امريكا وايران لا سيما انه لم يقترب من سلاح الميليشيات الموالية لطهران ولم يسعى لتقليم اظافرها كما وعد ليبقى العراق مرة اخرى رهين الفوضى وسلاح الميليشيات الذي اصبح حاضرا في لعبة التوازنات الدولية التي تفضل بقاء عملية سياسية بهذا الشكل وضمان مصالحها على خيار التغيير الشامل الذي يريده العراقيون وثوار التشرين الذين يطالبون باستعادة السيادة العراق والتي رهنتها الاحزاب السياسية للخارج لحفاظ على مكاسبها وبقائها بالسلطة اطول فترة ممكنة